تجه أنظار العالم ترقبا للرد الإسرائيلي المنتظر على هجمات إيران الأخيرة تفتح وكالة الاستخبارات الأمريكية تحقيقا حول تسريب وثائق سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل فيما وصف مسؤول أمريكي هذه التسريبات بالمقلقة جدا الوثائق نشرتها قناة على تيريجرام تعرف باسم Middle East Spectator وتضمن تقريرا استخباراتيا سريا للغاية وزع داخل الأوساط الاستخباراتية الأمريكية يحتوي على تفاصيل عن الاستعدادات داخل سلاح الجو الإسرائيلي والتدريبات التي تمت بمشاركة طائرات استخباراتية ومقاتلات للتدرب على الهجمات الوثائق التي تم تقديمها على أنها سرية للغاية تحتوي على إشارات مخصصة فقط للولايات المتحدة وحلفائها نتحدث عن أستراليا كندا ونيوزلندا وبريطانيا وهي تكشف عن الإجراءات التي نفذت في عدة قواعد عسكرية إسرائيلية وعمليات نقل الذخائر المتقدمة والمتخصصة أيضا لمهاجمة إيران قدمت تقرير الاستخبارات تفاصيل أيضا عن الاستعدادات في وحدات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية لشن الهجوم ضد إيران موقع أكسسي قال إن التسريب المزعوم مثير للقلق للغاية لكنه لا يؤثر على خطط إسرائيل العملية ضد إيران تجري الوكالات الاستخباراتية الأمريكية ووزارة الدفاع البنتاجون تحقيقا حول التسريب وفق سين إن الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر